شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي توقيع عدد من عقود مشروعات لإدارة وتشغيل المواني مع شركة مواني أبوظابية وشهد مدبولي توقيع عقدي إدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لكل من محطة ضحراجة رورو ومحطة الركاب والسفن السياحية بنطاق ميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشهد رئيس الوزراء توقيع العقد النهائي للتشغيل وتسويق وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للسفن السياحية لمواني سفاجة والغردقة وشرم الشيخ بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر ومجموعة مواني أبوظابية وعقب توقيع الاتفاقيات أكد وزير النقل كامل الوزير في مؤتمر صحفي أن الدولة أنفقت على قطاع النقل أكثر من تريليوني جنيه لتطوير البنية التحتية مشيرا إلى أن البنية التحتية تم تنفيذها من أجل خدمة كل قطاعات الدولة ومن ضمنها السياحة بشكل أساسي والتجارة وقطاعات مثل الزراعة